السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بالبهجة وراحة بين المغتربين قبل ان ينقلب كل شيء رأسا على عقب وهكذا بدأ كل شيء في اليوم التالي للاعلان عن برنامج الخطوط الجوية الجزائريات الجديد تنشر رئاسة الجمهوريات بيانا صحفيا اعلنت فيه اقالة وزير النقل عيسى بكاي لسوء السلوك الجسيم يعتقد الكثير انها مجرد المصادفة ومع ذلك كل شيء يتسارع في اليوم نفسه لغة الخطوط الجوية الجزائريات بيانها الصحفي بشأن بدأ بيع الرحلات الجوية الجديدة مما اثار المزيد من الشكوك حول تحقيق البرنامج الفعلية واخيرا جاء دوري وزارة النقل امس الاحد في حذف البيان الصحفي الذي نشر الاربعاء الماضي والذي اعلن عن زيادة الرحلات الجوية ووضع حد شبه نهائيا للتعليق من جانب الخطوط الجوية الجزائرية تثير الطيشة التجميدي البرنامج الجديد ولكن لم يتم الاعلان عن اي اعلان رسمي من جانبها تم اختار شركات الطيران الاجنبيات بقرار التجميد علمت من مصادر موثوقة الخطوط الجوية الجزائرية شبكات التواصل الاجتماعي بخيبة امل وغضب يسود شعور بالخزي والغضب بين الجزائريين المقيمين بالخارج بعد شهور وحتى سنوات من الانتظار اصبح خيبة الامل واضحة التصفيات الشديدة وامفهمه وار لقد وصلنا الى الحضيب الهوات او حتى حسبي لهو نعمة الوكيل هي اكثر التعليقات التي تأتي مع المتحدثين بل ان البعض يطالب بمقاطعة كاملة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لابد من القول ان الامل الذي اثارته زيادة الرحلات الجوية قد اعف الجزائريين من الشتات وخاصة من فرنسا الذين كانوا يأملون في رؤية احباؤهم مرة اخرى بعد شهور او حتى سنوات من الانتظار لذا عدنا الى المربع الاول في الوقت الحالي لم يتم الاعلان عن اي اشارة لتطبيق البرنامج الجديد يبدو ان الجميع يمرون بالمسئولية هناك شيء واحد مؤكد وهو انكسار الثقة بين المغتربين وشركة الطيران الوطنية هذا التخيير في الوجه يهدد مرة اخرى بثلاطيخ صورة الخطوط الجوية الجزائرية التي تجار بالفعل الكثير من المواقف لسيما فيما يتعلق بسداد تكاليف تذاكر الطائرة التي تم الغاؤها بسبب اغلاق الحدو ترجمة نانسي قنقر